اشتركوا في القناة خروج محمد الشناوي بسبب الإصابة ودخول محمد أبو جبل بدلا منه دقيقتان فقط على الخروج الاضطراري لحمد فتحي والدفع بأحمد سيد زيزو ليحل محله حيث أصيب محمد الشناوي في العضلة الخلفية وحارس مرمى منتخب مصر في الدقيقة الثلاثة وثمانون إصابة حمد فتحي وخروجه وفي الدقيقة الثمانية والثمانون إصابة محمد الشناوي وخروجه من المباراة ونهاية المباراة بدون أهداف واللجوء إلى الأشواط الإضافية أعزاء المتابعين كان هذا نهاية خبرنا لليوم أشكركم على حسن المتابعة دمتم بأمان الله والسلام عليكم